من أجل دعم جهود اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري الكونيريك لإنجاه عملية التسجيل في سجل القوائم الانتخابية البيومترية جاءت الانطلاقة الرسمية لهذه الحملة التوأوية التي بادرت بها الوكالة الوطنية للتتوء في شاد أنفول وذلك بمساعدة مئتين من الشباب المتطوئين وتستهدف الحملة مختلف الحارات والمربآت بالدائرة السادسة وبهذه المناسبة أشاد المندوب الإداري لبلدية الدائرة السادسة محمود أبا جنا ببادرة وكالة أنفول وطلب من الشباب المتطوئين الجدد الجدية والعمل بمسؤولية بغية الوصول إلى الهدف المنشود من جهته المدير العام للوكالة الوطنية للتطوء إسماعيل محمد صالح أشار في حديثه بأن هذه الهملة تشجع الشباب الذين بلغوا سن التصويت تتوجه نهوى مراكز التسجيل لأخذ البطاقات البيومترية استعدادا للمراحل الانتخابية القادمة لا سيما الاستفتاء الدستوري معكدا بأن الوكالة ستأمل ما بوسئها لدعم لجنة القونريك في مهمتها النبيلة